السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أعرفكم على نفسي أنا الملكة كارميلا أنا جاي لحبيب سنة تانية عدادي عشان أشرح لهم منهج التاريخ للترمي التاني أنا جاي من عصور تاريخية قديمة شوية وحكلمكم النهاردة عن الدولة الأموية صح صح معايا توهية الدولة دي إلا أسسها معاوية بن أبي صفيان سنة واحد واربعين هجرية بعد ما تنزله الحسن بن علي عن الخلافة وده حصل حفاظا على دماء المسلمين وجمع كلمتهم عشان كده سمي عام واحد واربعين هجرية بعام الجماعة استمرت الخلافة الأموية واحد وتسعين سنة حكم خلالها أربع تاشر خليفة من أشهر خلفاء الدولة الأموية معاوية بن أبي صفيان عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز هنتكلم عن معاوية بن أبي صفيان وهو المؤسس الأول وكان من كتاب الوحي شارك في حروب الردة فتح الشام عم أعماله جمع كلمة المسلمين نقل عاصمة الخلافة من الكوفة لدمشق ليه؟ حتى يكون بين مؤيدي أنشأ ديوان الخاتم لحفظ وختم مرسلات الخليفة أدخل نظام الوراثة في الحكم واصل الفتحات الإسلامية واهتم بالبحرية الإسلامية اهتم بالعمران وبنى مدينة القيروان وقد توفي معاوية رضي الله عنه عام ستين هجرية عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني هو خامس خلفاء الدولة الأموية واعتبروا المؤرخين أنه هو المؤسس الثاني للدولة الأموية ليه؟ لأنه قضى على الفتن أهم أعماله تعريب الدواوين ضرب العملة الإسلامية تنقيط المصحف واصل الفتحات الإسلامية أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس وتوفي عام ستة وتمانين هجرية بعد ما رجع الاستقرار والأمان للدولة الإسلامية الوليد بن عبد الملك سموا عصره بالعصر الزهبي وده سادس خلفاء بني أمية أهم أعماله بنى المسجد الأموي بدمشق أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة وسع الحرم المكي بمكة المقرمة مهد الطرق حفر الآبار كمان اهتم بالفتحات الإسلامية اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس زي رعاية المرضى والمعاقين والفقراء وتوفي الوليد بن عبد الملك في عام ستة وتسعين هجرية عمر بن عبد العزيز وقالوا عليه كمان الخليفة الزاهد وقالوا عليه أنه خامس الخلفاء الراشدين هو سامن خلفاء الدولة الأموية اتعرف عنه العدل وأنه كان بيستشير العلماء في أمور الدولة وده نتج عنه انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية أهم أعماله الحفاظ على المال العام لأنه رجع الفلوس اللي كانت معاه هو وزوجته لبيت المال وطلب من بني أمية كلهم أنه هم يرجعوا اللي أخدوا تاني لبيت المال عين ولاه اتصفوا بالتقوى والصلاح اهتم بالعمران أنشاء المساجد ومهيد الطرق حفر الآبار واستصلح الأراضي فكان فيه خير كتير في عصره نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعزة الحسنة فدخل الناس كتير قوي في دين الله لكن زي ما قلنا لكل أول له آخر والكل بداية ليه هنهاية ضعفت وسقطت الدولة الأموية ليه؟ هنقول ضعفت الدولة الأموية بعد وفاة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ايه هي الأسباب؟ ضعف الأمراء والصراع بينهم نتيجة أنهم كانوا بيعينوا اتنين في ولاية العهد الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب كراهية الموالي اللي هم غير العرب كان الموالي بيكرهوا الأمويين لأنهم كانوا شايفين أن الأمويين بيفضلوا العرب عليهم قصرة الفتن والثورات اللي قامت بيها الشيعة والخوارج كمان ظهور الدعوة العباسية اللي قضها أبو مسلم الخرساني حتى تمكن العباسيون أنهم يهزموا الأمويين سنة مية اتنين وثلاثين هجرية في معركة الزاب وتقتل آخر خلفاء الدولة الأموية وهو مروان بن محمد وتمت مبيعة عبد الله بن محمد بن علي العباس خليفة للمسلمين وبالطريقة دي انتهت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية أشوفكم المرة الجاية